أدارت القوى السياسية محركات مولدات مكيناتها الانتخابية في قضاء جزين تحضيرا للانتخابات النيابية الفرعية في أيار لملء المقعد الماروني الشاغر بوفاة النائب شالحلو المكينات الانتخابية المتوقفة عن العمل منذ عام 2009 تنشط بتنقيح لوائح الشطب والجميع بانتظار دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق والتي يجب أن تصدر مطلع الشهر المقبل على أبع التقدير وبصدور هذه الدعوة تتحدد الاصفافات السياسية علما أن هذه الانتخابات ستشكل الاختبار الأول لإعلان النوايا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللي صار بده ينسحب على الانتخابات البلدية وبعطيئنا حتى على الانتخابات الفرعية حتى يجسد لقاء الأكبر حزبان مسيحيان على الساحة اللبنانية طيار الوطن الحر والقوات اللبنانية إذا كانوا مجتمعين مع بعضهم بشكله هن يرافع كتير كبيري لأي مرشح بده يسميه الطيار الوطن الحر عندما كان يتوفى نايب من القوات اللبنانية كان يقول دكتور جعجع أدبيا أنه لازم ما حدا يترشح بوجنا لأنه هذا المقعد كان لألنا واليوم أدبيا كان هذا المقعد لطيار الوطن الحر إلا أنه دكتور جعجع اليوم ويادة القوات اللبنانية بعد ما أخذت قرار في انتخابات لألفين وتسعة كانت نسبة المشاركة 53.62% من أصل 54.503 ناخبين حصد الطيار الوطني الحر المقاعد النيابية الثلاثة ونال زياد أسود 15.648 سوطا وأبرز الراسبين النائب السابق سامير عزار المدعوم من الرئيس نبيه بره 10.792 سوطا أما القوات فكانت داعمة لإدمور رزق وعجاج حداد وفوز الأسمر فيما الصوت الشعي المقترع وصل إلى حدود الـ 4.500 وفي قراءة لهذه الأرقام لا معركة إذا ما تحالف الطيار والقوات ربما هالمرة يكون في تفاهم بين الحركة وحزب الله على تأييد مرشح الرئيس بره أو الانقسام يعني بحيث حزب الله بيعطي العمادعون والرئيس بره بيعطي مرشحه ولكن في الحالتين طيار الوطني الحر في القوات اللبنانية بقرارة السياسية اللي بتاخده نعرف إذا فيه معركة ولا ما فيه معركة نحن عم نحكي على ملء مركز لفترة أصيرة من احتمالية ورده عم نحكي أنه قد يكون هناك تزكية ولكن بعد ما فيه شيء واضح واضح نهائي وأنا بشك أنه بهالمرحلة هاي يكون فيه نوع من سراع كتير كبير على المقعد النيابي بين الرئيس بره والطيار الوطني الحر لكن في المعلومات أن التزكية غير واردة في فرعية جزين في ظل تأكيد النائب السابق سمير عزار والدكتور كميل سرحال للأنتي في السير بالمعركة في المحصلة تبقى العين على معراب والرابية فهل تكون جزين فاتحة التحالفات؟ ترجمة نانسي قنقر